طيب هنرجع تاني للأرصاد زي ما قلت وانا بشكر دكتور مصطفى انه هو نزل النهاردة عمل الجولة الشعبية دي حقيقة بكرة الحقيقة يعني أعلى زروة لدرجات الحرارة على معظم الأنحاء بتوصل لـ 43-44 في بعض المناطق في الجنوب المصري في الضلة والله أعلم في الشمس تبقى عاملة زي الحقيقة العامة للأرصاد بتتوقع أن بكرة الخميس زروة ارتفاع درجات الحرارة على كل أنحاء مصر طقس شديد الحرارة راطب وده اللي بيدي انطباع بأن الحرارة أعلى من قيمتها الحقيقية من درجتين لأربعة يعني لو الحرارة 41 مع الرطوبة العالية حضرتك تحس أنها 45 ده بالنهار على القاهرة والوجه البحري وجنوب سينة وجنوب البلاد حار راطب على السواحل الشمالية ماء للحرارة راطب ليلا على كافة الأنحاء برضو راطب بالليل الهيئة عبر موقع الرسمي بتقول هناك نشاط حركة الرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب السعيدة على فترات متقطع وهناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وبالمناسبة طريق العالمين مقفول بسبب الشبورة دي نتمنى من الله أن الأمور تعدي على خير أرجوكم لا تستخدموا أجهزة التكييف إلا في ساعات الزروة يعني ممكن مثلا من الساعة ثلاثة ونص ولا حاجة عشان بس ما يبقاش الشمس بتنقح في الجهاز من بره وساعتين ساعتين تلاقوا الجو بقى لطيف كده واللي مقدرش يخرج يكون أحسن ما يخرجش خالص في الجو ده لأن الجو صعب